اشتركوا في القناة استعراض منهجية ومسارات العمل المختلفة واجراءات الفحص والحجر والعزل والعلاج التي تم اتخاذها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ضمنها كافة الجهود المبذولة من قبل مملكة البحرين لتعزيز صحة وسلامة الجميع وخلال الاتصال أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بما يسهم في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة